ينقسم سؤال رقم عشر إلى الشطرين في الشطر الأول طلب مني حساب التيار إيسي في حالة تشبع المقحل أي التيار الذي يمر عبر هذا المقحل السؤال مطرح ما نوع هذا المقحل هذا المقحل يسمى مقحل درلينتون وهو عبارة عن تركيبة من مقحلين من نوع أمبيان ومن نفس طبيعة المادة لديهم نفس الجهد العتابة وهذا المقحل يتصف بمعامل تضخيم كبير جدا لماذا؟ لأن معامل تضخيمه بيطة ماذا يساوي؟ يساوي معامل تضخيم بيطة واحد للمقحل الأول في معامل بيطة اثنين للمقحل الثاني ومبدأ عمله مثل مبدأ عمل مقحل العادي أمبيان يعمل في حالة الحصر وفي حالة تضخيم وفي حالة تشبع نعود إلى سؤالنا في سؤالنا طلب مننا حساب شدة تيار إيسي في حالة تشبع المقحل أي تيار الذي يأتي من مصدر الجهد ويمر عبر الوشيعة ويمر عبر المقحل وسمي إيسي نسبة كوليكتور للمقحل وهو الجامع كيف نحسب تيار إيسي؟ أي سؤال يطلب منك تيار أو المقامة أو الجهد؟ في هذه الحالة نلجأ للقانون الأوم دائما نلجأ للقانون الأوم ما هو نص قانون الأوم؟ قانون الأوم هو حساب الجهد بين طرفي أي ناقل أومي حيث يساوي هذا الجهد يساوي التيار الذي يجتاز هذا الناقل الأومي في مقاومته الداخلية إذن ما هو الجهد بين طرفي الوشيعة؟ يساوي التيار الذي يجتازها إيسي في المقاومة أكا لماذا أضفت كلمة سات؟ كلمة سات بمعنى ساتوري بمعنى أن المقحل في حالة تشبع إذن في أركا يساوي إيسي ساتوري في أركا إذن إيسي ساتوري وهو المطلوب ماذا يساوي؟ يساوي في أركا على أركا في أركا مجهولة وأركا معلومة إذن في هذه الحالة قانون الأوم لم يساعدني بما أن القانون الأوم لم يساعدني في هذه الحالة نلجأ إلى الطريقة الثانية دائما تأتي بعد قانون الأوم وهي قانون العروات كيف نرسم العروات؟ ممكن أستخرجها مباشرة من هذا التركيب أو بطريقة أخرى أحول التركيب هذا إلى عروة مغلقة لاحظوا معي نبدأ من هنا نبدأ من مصدر الجهد أولا يبدأ مصدر الجهد إذن هو قطب الموجب بعد مصدر الجهد ما الذي يأتي؟ تأتي مقاومة الوشعة أو الوشعة نرسمها بهذا الشكل على تسلسل بعد الوشعة ما الذي يأتي؟ يأتي المقحل TR4 وبعد المقحل تغلق الضارة بقطب الحيادي نغلق الضارة بقطب الحيادي ما الذي تلاحظونه؟ أصبح الضارة مغلقة بسيطة نبدأ في قانون العروات قبل ما نبدأ في قانون العروات أولا يجب علي تعيين اتجاه التيار اتجاه التيار يكون من قطب الموجب إلى قطب السالب للمصدر الجهد وأسمي هذا التيار EC كلمة ساتوري مقحل في حالة الشبع الذي يعتبر قاطعة مغلقة بعدها أعين استقطابية مصدر الجهد والتي تكون من قطب السالب إلى قطب موجب بعدها أعين استقطابية مقاومة الوشعة التي تكون دائما عكس التيار تكون بهذا الشكل وآخر استقطابية استقطابية المقحل في سيو ساتوري لماذا اسميتها في سيو؟ لأنها فرق الكومون بين النقطة الأولى هي السي والنقطة الثانية أو ولذلك اسميتها في سيو سات نسبة تشبه المقحل بعدما عينت الاستقطابيات في هذه الحالة أعين العروة العروة لديك الحرية فيها ممكن أن تضعها مع قارب الساعة أو تضعها عكس عقارب الساعة أنا وضعتها مع عقارب الساعة لماذا؟ لأنني أبحث على ذي أركو والذي يجب أن يكون مقدار موجب ما هو نص قانون العروة؟ يقول لك قانون العروة مجموع الجهود في دارة مغلقة ماذا يساوي؟ يساوي السفر الجهد الذي يكون استقطابية العنصر التي تكون مع العروة تأخذ مقدار موجب والتي تكون عكس العروة تأخذ مقدار ساليب VCO ساتوري مع الاتجاه العروة موجب VRK مع الاتجاه موجب VCC عكس الاتجاه العروة بمعنى أن تكون ساليبة إذن VCO ساتوري زايد VRK ناقص VCC يساوي السفر إذن VRK ماذا يساوي؟ يساوي VCC ناقص VCO ساتوري وهو الذي أبحث عنه بتاويض في واحد نجد VCO ساتوري ماذا تساوي؟ تساوي VCC ناقص VCO ساتوري على RK وتساوي 24 ناقص VCO ساتوري ركزوا على VCO ساتوري غالباً تساوي 7 فولت لكن ركزوا على القيم معطاك من طائق الصانع في بعض الأحيان تعطاها بصفة 2 فولت صفة 3 فولت لذلك ليس دائماً تساوي 0 إذا لم يعطيها لك من قبل وثائق الصانع في هذه الحالة نأخذها بقيمة صفة إذا تساوي 24 ناقص صفة على 40 وإسي ساتوري يساوي صفة فاصستا قومبير وهو المطلوب الشطر الثاني طلب مني حساب الجهد VCO في حالة الحصر المقحل في هذه الحالة بنفس الطريقة قانون العروات ما معنى المقحل في حالة حصر؟ أن المقحل لا يمرر ما معنى بأن المقحل يعتبر قاطعة مفتوحة إذا إسي في هذه الحالة ماذا يساوي؟ يساوي صفة VRK ماذا يساوي؟ VRK يساوي المقاومة في التيا والتيا يساوي الصفة إذا VRK جون ماذا يساوي؟ يساوي الصفة والاستقطابية المقحل تكون VCO بلوك أضفت كلمة بلوك بمعنى أن المقحل في حالة الساد ورمز دالينطون هو مثل رمز أمبيان لكن يحتوي على خطين متوازيين بنفس الطريقة بقانون العروات نجد أن VCOBlock ZVRK نعقص VC يساوي الصفر وبما أن تيار يساوي الصفر إذن VRK يساوي صفر إذن VCOBlock يساوي VCC وهذه النتيجة دائما محققة إذن أي مقحل في حالة الحصر VCOBlock دائما تساوي مصدر الجهد في دارة الخروج إذن VCOBlock يساوي VCC ويساوي 24 V ملاحظة هناك تلاميذ سألوني قالوا لي متى VCOBlock يساوي 24 V ماذا VCOBlock يساوي 0 V VCOBlock دائما يساوي مصدر الجهد دارة الخروج وكلمة Block بمعنى أن المقحل في حالة الحصر VCOBlock يقصد بها أن المقحل في حالة حصر فقط وتساوي جهد مصدر الخروج VCO ساتوري ماذا تساوي VCO ساتوري غالبا غالبا تساوي 7.1 V أو 7.2 دائما تقول 7.2 و ساتوري ماذا يقصد بها يقصد بها بأن المقحل في حالة تشب أي مقحل يمر على ثلاث حالات الحالة الأولى يكون مانع VCO تسمى VCOBlock وتساوي مصدر الجهد الحالة الثانية يكون المقحل في حالة تضخير نرمز لها مباشرة VCO VCO هي قيمة متغيرة ما بين تشبه والحصر وآخر حالة وهي حالة تشبه VCO تسمى VCO ساتوري مثلها مثل التيار EC في حالة المنع في حالة تضخيم EC يرمز له EC وقيمته تتعلق بطار بفوا إي بي وفي حالة تشبه EC يرمز له EC ساتوري وهي أكبر قيمة يعطيها بمصدر الجهد ترجمة نانسي قنقر